أسعد الله مساءكم أينما كنتم مشاهدين وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء نقدمها لكم من تلفزيون جبوتي وأستهلها ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بأبرز العنوين وفد برلماني وحكومي يعقد اجتماعا تشاوري مع سكان منطقة علي السبيح انعقاض لقاء ثقافي رفيع المستوى لجمعية الفناني ودوليا لا تزال أوروبا تشهد فيروس كورونا والمستشفيات جاهزة من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها عقب جولة تفقدية التي قام بها الوفد الوزاري والبرلماني إلى ناحية مبلة تابعة لقليم تجرة توجه وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمعية الوطنية سيد محمد علي حمد وعدد من نواب البرلمان إلى ناحية دور التابعة لقليم علي السبيح يوم أمس وذلك العقد لقاء تقارب وتشاور مع سكان هذه المنطقة هذه المنطقة تشتهر بمناخها المعتدل والهاذي هذا وقف الوفد عن قرب حول الظروف والمعيشية واستماع إلى سكان المنطقة عسجوق لذا وصول الوفد حاضرة إقليم حظي الوفد باستقبال حار من قبل السلطات الإقليم وسكان المنطقة وجمع غفير من أهالي منطقة علي السبيح هذا وقدم مسؤول منطقة واعيان هذه المنطقة علي السبيح حول متطلباتهم وشكاويهم إلى الوفد الذي جاء إلى هذه المنطقة ومن جانبهم رد المسؤولون من الوفد حول هذه الشكاوية التي قدمها أهالي منطقة علي السبيح وفي مداخلته لسكان هذه المنطقة قدموا شكرهم للوفد البرلماني الوزري لقيامهم بهذه الزيارة الفريدة من نوعها وقدم أهالي هذه المنطقة على الشكاوي ومطالبهم المتعلقة بظروف وترقية المعيشة وحياتهم اليومية هذا وعبر أحد العيان في هذه المنطقة وأيضا الأهالي لهذه المنطقة حول أهمية هذه الزيارة وأضافوا أنهم يرحبون بالوفد وعلى رأسهم رئيس الجمعية البرلمانية رئيس الجمعية البرلمانية وأضاف إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت ينتظرها هؤلاء الأهالي لوضع مطالبهم وشكاوهم وحول الظروف المعيشية في هذه الناحية وفي كلمتين له هنأ وزير الدولة للشؤون المركزية رئيس المجلس الإقليمي ومحافظ منطقة علي صبيح على كل الجهود التي بدلوها بغية تنمية المنطقة وأكدوا أن منطقة عسجوك هي مثال واضح على إحراز التقدم في تطبيق الضرائب المحلية والذي سيكون مفيدا في المستقبل وثكون قضايا الاجتماعية أيضا دائما في أهمية المواضيع التي يتم مناقشتها ويتإيجاد حل لها وفقا للأجندة الأولويات وأشار السيد أراميس أن زيارة الرئيس قيل التي قام بها مؤخرا في جميع المناطق الداخلية أتاحت لنا الفرصة لتحدث مع ممثل السكان دون وسيط وأن هذه الجولة كانت خطوة محورية لتعزيز تنفيذ السياسة اللامركزية التي تهدف إلى التنمية المستدامة في جميع أنحاء التراب الوطني وتنفيذ الحكومة برامج التنمية عبر هذه البرامج ويجب أن تكون الاتصالات منتظمة بين الممثل السكان والبرلمانيين وعضاء الحكومة ولتعزيز التنمية الدائمة لصالح مواطنين في جميع تراب الوطن وفي كلمة ختامية له شكر رئيس المجلس النواب السيد محمد علي حمد نيابة عن الوفد سكان ناحية دوري على الترحيب الحار وعلى حسن الضيافة وقال أن الوفد قضى وقتا ممتعا مع سكان هذه الناحية وأكد أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه بين عضاء الحكومة وأهل ناحية هذه الناحية مشيدا على مشاركتهم بهذه المناسبة وقال لقد قدمنا الحلول جميع مشاكل مختلفة من هذه الناحية والتي نشأت منذ وقت طويل مع سكان التابع لمنطقة علي صبيح لقد جئنا إلى هذه المنطقة لنرى ظروف المعيشية لهؤلاء السكان من أجل العثور على حلول سريعة لتخفيف معاناتهم في إطار مشروع تطوير المدارس الجبوتية وبغية وضع إطار شراكة جديدة بين وزارة المرأة والأسرة والجهات الفاعلة في المدارس لتعزيز الشراكة القائمة رافق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كواذن من وزارته يوم الخميس الماضي إلى مدينة الوحدة إقليم دخل وهي المحطة الثالثة في جولته لعملية تفقدية وإعلامية للمناطق الداخلية بعد منطقة عرثة ثم منطقة علي صبيح ونظم الوزير لقاء نهام مع أهالي منطقة دخل بحضور السلطات الإقليم والمنطقة والرئيس المجلس الإقليمي واستقبل السكان المحليون فور وصول الوفد المرافق له بحرارة وحفاوة بالغة واحتفال برقصة وأغاني شعبية وعقب مداخلات المسؤولين بما فيهم محافظ دخل ورئيس المجلس ووزير التربية الوطنية أطلق الوزير النقاش والآراء حول إنشاء إطار شراكة جديدة بين المدارس والجهات الفاعلة في المدارس والمشاركين في هذا الاجتماع والمتحدثون أشادوا بهذا الاجتماع بالجهود الحميدة في خلال هذا المجتمع في هذا الاجتماع بالجهود الحميدة التي تبدلها الحكومة في مجال التعليم مع توفر المعلمين بشكل كامل وأيضا الكهرباء للمدارس وغيرها من الضروريات لأجل تسهيل ظروف التعليم للأبناء في هذه المنطقة وفي مداخلة لرئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الرحمن يونس آر أشاد الإنجازات المتعددة للوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وأشار في أن مدينة الوحدة إقليمي دخل التي أظهرت بفضل السياسة ورغبة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيل إضافة إلى إنشاء ثلاث مدارس ثانوية في المنطقة وأشار بالدور الجبار الذي تقوم به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على رأسها وزير التربية السيد مصطفى محمد محمود على هذا الدور والجهود الجبارة لتحويل المدارس في التراب الوطني من أجل ترقية التعليم والتعلم هذا وأيضا من جانبه رحب والي إقليم دخل سيد آدم درار موسى على هذه المبادرة من قبل وزارة التربية الوطنية في إنشاء إطار الشراكة الجديدة مع السكان المحليين والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع سلطات الإقليم وكذلك السكان في سعيد تحقيقي وتحسين جودة التعليم والتعلم بدوره تطرق وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية السيد مصطفى محمد محمود في كلمة له في البداية بالجهود التي بدلتها عفو وزير التربية الوطنية الأسبق المرحوم أحمد غيري وابري والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الجبوتي وأكذا بالدور الذي قام به الوزير الأسبق لنستمع كلمة الوزير التربية الوطنية والتكوين المهنية إن تضوير المدرسة الجبوتي التي سعى الرئيس الجمهورية إلى تعزيزها وتضويرها منذ توليه سدة الحتم في بداية عام 1999 من خلال مناظرة عامة تستعيد الوزارة الآن للاحتفال بالذكرى العشرين للتأسيس المناظرة العامة والتي تتمحور حول الحصول الجميع للتعليم وتعزيز وتضوير جودة عملية تعليمية إن الجبوتيين فخورون اليوم بتوفير التعليم للجميع حيث وصلت نسبة تعليم في بلادنا إلى 84% وقمنا بإنشاء مدارس ابتدائية وإعدادية وثنوية في القرى في المنادق داخلية للبلاد وإن هناك تحديات جسيمة تواجه عملية تعليمية قد تقلبت عليها الوزارة وتجاوزت بها وذلك لأجل تحصين النظام التعليمي في مجمل التراب الوطني وإن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز الشراطة القائمة بين المدرسة والمجتمع والذي نولي اهتماما بالغا توننا قائمين بأمر وزارة الترابية الوطنية وتدوين المهني وذلك تنفيذا لغاردة الطريق التي رسمها فخامة الرئيس الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز وتدوير وتوصيل التعليم في مجمل التراب الوطني وذلك في مناطق النائية البعيدة عن العاصمة وفي الجزء الثاني من كلمة وزير الثربية السيد مصطفى محمد محمود في هذه المناسبة أوضح إلى همية ووضع إطار مشترك جديد بين الجهات الفاعلة وأيضا وزارة التربية وذلك لتلبية طموحات واحتياجات التعليم في المدارس كافة إن من الأهمية بالمكان ووضع إدار مشترك جديد بين الجهات الفاعلة وزارة التربية الوطنية وتدوين المهني وذلك لتلبية دموحات واحتياجات التعليم في مدارس كافة في كافة البلاد في مجمل التراب الوطني كما يجب إنشاء تعاون فعال وتبادل مستمر في المجال البناء هيكل للتشاور وخلق الشبكة للجمعيات التي تضم أولياء الأمور الطلبة ومنتخبين المحليين والرؤساء القرى وحاكمية إدافة إلى عقال منضقة دخل إنها هيكل تعليمية والمعلمين متوفرون في كافة تراب الوطني واليوم نقوم بمواجهة التحديات التي تعرقل عملية تعليمية في مجمل تراب الوطني وقمنا بتعزيز قدرات وتجهيزات والمناهج الدراسية حتى يتمكن جميع الطلاب بالتلقي التعليم في ظروف مواتية ومناسبة لهم سوى في المدارس الحكومية التائنة في العاصمة أو في القرى النائية وقمنا أيضا بالتعزيز اللقات والثقافة والتربية الوطنية إدافة إلى استخدام كتنولوجية المعلومات والإتسال بقية التحصين جودة عملية تعليمية في البلاد برعاية وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقافة سيد مومن حسن بر نظمت جمعية الفنانين الجبوتيين يوم أمس لقاء ثقافي رفيع المستوى في قصر الشعب وذلك بتنظيم مناسبة تهدف في هذا المؤتمر انتخاب رئيس الجمعية وعضاء التنفيذيين للجمعية وشادت الحفلة مشاركة كبار المسؤولين من مختلف إدارات هذه الوزارة بما في ذلك مدير الثقافة سيد عالي وسيد حسن أحمد المستشار الفني للوزارة وسيد علوان برهان إضافة إلى ذلك الشاعر الصومالي وأيضا حضي الوزير لدى وصوله استقبال حار من قبل عمد الفنانين الجبوتيين أمثال سيد آذان فارح سمتر والفنان أحمد دابلي وسيد نهاري علي إضافة إلى عديد من الفنانين الجبوتيين هذا وشارك في هذه الحفلة المؤلف وملحنون وموسيقيون ومغنيون وكوميديون وفنانون مئات من الفنانين الجبوتيين وفي هذا الحفلة تم انتخاب عمدة فنانين الجبوتيين والمؤلف سيد آذان فارح سمتر رئيسا لجمعية الفنانين الجبوتيين كما تم انتخاب سيد حمد دابلي نائب الأول لرئيس الجمعية وأخيرا تم انتخاب الملحن والموسيقي نهاري علي لمنصب نائب الرئيس الثاني لجمعية الفنانين الجبوتيين وتم تنشيط هذه المناسبة من قبل الفنانين المشاركين ترجمة نانسي قنقر ورصدت كاميرا تلفزيون الوطني انطباعات النائب الثاني رئيس الجمعية الفنانين سيد نهاري علي لنتابع نحن الفنانين يد وحدة نحن على هدف واحد على الوطن هذا على الوطن هذا في معي كلمة بقول عربي أنا سومالي أنا عفري أنا أفتخر لأنني أكون جبوتي أنا كلنا من وطن واحد كلنا شعبا واحد الله يحنيك يا جبوتي من كل شر ويحنيك يا جبوتي وشكرا ألف شكر وفي كلمة له في هذه المناسبة أعرب عميد الفنانين سيد آذان فارح سمطر الرئيس المنتخب لجمعية الفنانين عن سعادة الانتخابه برئاسة جمعية الفنانين الجبوتيين وقال شكره جميع الفنانين الجبوتيين الذين جددوا الثقة برئاسة النقابة للفنانين وأشهدها الرئيس الجمعية الفنانين الجبوتيين بجهود الملموسة التي يبدلونها وفي أخير كلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة الأوقافة سيد مومن حسن بر في هذه المناسبة أعرب عن تهاني الحارة وتمنياته لرئيس الجمعية الفناني ونوابهم والذين تم إعادة انتخابهم من جديد بكل ثقة وجدارة بالنتابع أبدأ تلمة هذه بتقديم أحر التهاني للرئيس الجمعية الفنانين عميد الفنانين السيد آدم فارح سمتر ونوابه حيث أعيد انتخابهم من جديد ومنح ثقة تامة لهم التي تدل على تفاءتهم وجدارتهم بهذه المناصب وأن هذه السقة تشير أيضا أنهم وجهاء ونقباء للفنانين ومثاليين وأنهم يتمتعون بصفات قيادية نموذجية وهم رئيس جمعية الفنانين عميد الفن الجبوتي السيد آدم فارح سمتر رئيسا للجمعية الفنانين والسيد حمد دابلي نائب جمعية الفنانين والسيد محسن نهاري النائب الثاني للرئيس الجمعية كما لا أنسى أن أرحب الشاعر السيد حسن لاب صالح من أرض السومال بوصوله إلى أرض اللقاء والتبادل وأرض المحبة والوئامة والأخوة جمهورية جبوتي وبنسبة لي فإنني سعيد غاية السعادة أن أرى وجوهكم مسرورة ونيرة بإنعقاد هذا اللقاء الثقافي لجمعية الفنانين الجبوتيين وأشاطر معكم هذه الفرحة الكبيرة التي تشعرون بها وأن هذه المشهد الذي نشاهده اليوم يدل على أهمية هذه المناسبة كما تترجم هذه المناسبة دوركم فعال في أوصد المجتمع حيث تتمتعون بمكانة عالية لدى المجتمع بأكمله عقدت شبكة النساء للمنتخبات المحلية في جبوتي يوم الخميس الماضي في مركز سينهيل في عرطة اجتماع جلسة استثنائية وكان جدول أعمال هذا الاجتماع تقييم تأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي سببه كوفيد تسعة عشر على العضاء الشبكة وسكان المحليين أيضا فرصة لتحديد وتقييم اقتراح وحلول فعالة في طرق تشغيل الشبكة وتحديد خطة عمل للسنة القادمة برئاسة سيدة فاطمة عوال عثمان عمدة جبوتي إضافة إلى مسؤولي النساء المحلي في هذه الجلسة أو هذا الاجتماع إضافة كانت هذا الاجتماع فرصة لتشاور حول الفرص المواتية وتنفيذ جميع الأنشطة لجعل أصوات النساء المنتخبات محلية مسموعة على المستوى السياسي الوطني حيث شاركت نسوى المنتخبات المحليات وأعضاء الشبكة من العاصمة والمناطق الداخلية الخمسة لتقديم إسهاماتهم وفي الأخير في كلمة لعمدة جبوتي السيدة فاطمة عثمان عوال أشارت عن أهمية هذا الاجتماع وذلك حول الإطلاع على الأوضاع الذي سببها كوفيد-19 إضافة إلى تقييم والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 وتقديم اقتراحات وحلول فعالة ومعرفة التدعيات الذي خلفه كوفيد-19 إضافة إلى تنفيذ جميع الأنشطة لجعل النسوة والمنتخبات المحلية حول طرق وتشغيل هذه الشبكة وتحديد خطة عمل للسنة وفي الخبر الأخير الدولي نبأ وطني أخير حيث تم عثور على طفلة صغيرة عمرها سنتين والنصف بقرب من حي وحدة دابة هذا والرجاء على من يعرف على هذه الطفلة الاتصال بمركز الشرطة طبعا ستتابعون مزيد حول هذه الطفلة التي عثر عليها مركز اتصال شرطة وحدة دابة في أخبارنا اللاحقة وننتقل لأخبار الدولية أسفرت حادثة غريق مركب قبال ساحل ليبيا عن مقتل 74 شخص على الأقل حسب ما ذكرته منطقة الهجرة الدولية في بيانها يوم الخميس وقالت المنظمة الأممية أن أفرادها البلغوا عن حادثة غرق كبيرة أسفرت عن 74 قتيلا على الأقل قبال ساحل الشاطئ الليبي الخميس موضحة أن 47 ناجيين نقلوا إلى خفر السواحل الصيادين إلى الشاطئ وأن خفر السواحل الصيادين تمكنوا من حضار هؤلاء 47 شخصا إلى الشاطئ وأيضا نبأ أخير دولي تواجه دول عدة في العالم صعوبة في الاحتواء موجة ثانية من فيروس كورونا قبل الشتاء وتم تزجيل هذه الإصابات بفيروس كوفيد-19 في أكثر من 210 دولة ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019 وأظهرت الأحصائيات على أن 52 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمال الوفيات ناتجة عن الفيروس إلى مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف حالة وفي أوروبا التي تواجه موجة قوية من الإصابة حذر المسؤول الخامس الماضي من بغية الاطمئنان للإجراءات التي اتخذت لاحتواء تفشي الفيروس وقالوا أن تلك الإجراءات التي فرضت لكبح زيادة في حالات الإصابة بالمرض يجب أن تستمر مع اقتراب الشتاء على الرغم آمال في اللقاحات جديدة يمكن أن تؤدي السيطرة على الجائحة بهذا النبأ سيداتي وسادتي ونأتي إلى ختم النشرة نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء